اشتركوا في القناة الامر الذي يؤكل ثقة العالم بما تتمتع به البحرين من مكانة مرموقة في احتضان هذا الحدث الرياضي في قلب صحراء الاسخير تكتب هناك قصص نجاحا متوالية فريدة من نوعها منذ عام 2004 بقيادة قائد فريق البحرين وصاحب النظرة الثاقبة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يحرص دائما على التأكد من جاهزية جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بهذا الحدث الرياضي العالمي وذلك من خلال زياراته التفقدية لحلبة البحرين الدولية للتأكد من جاهزية مرحلة التجارب التأهيلية لسباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلا ون والتحضيرات النهائية للسباق النهائي فالرؤية المستنيرة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في هذا المحفل الرياضي عززت من تواجد مملكة البحرين على الخارطة الدولية لسباقات الفورميلا ون ولطالما كانت مملكة البحرين أنموذج يحتذى به في تحويل التحديات إلى فرص نجاح فهذا ما رأيناه على مدى الأعوام التي مضت في تنظيم سباقات الفورميلا ون لسيما في ظل الضرف العالمي لجائحة كورونا إلا أن البحرين تمكنت من توفير البيئة الملائمة لتنظيم هذا السباق وبأسلوب مبتكر وبنظرة مقايرة بسواعد أبنائها المخلصين الذين تمكنوا هذا العام من استخدام مصادر الطاقة المتجددة للطاقة لتقطية احتياجات الحلبة كافة خلال السباق جائزة البحرين الكبرى للفورميلا ون لجعل السباق سباقا صديقا للبيئة إن مواصلة احتضان المملكة لسباقات الفورميلا ون ما هي إلا جهود مخلصة نهضت بها مملكة البحرين قيادة وشعبا فتطافرت وبذلت جميع المساعي من قبل وزرات ومؤسسات وهيئات المملكة التي عملت وفق رؤية موحدة بهدف إخراج هذا الحدث الرياضي البارز بالصورة المشرفة فكانت البحرين على مدى هذه الأيام محط أنظار مختلف الدول في حسن تنظيمها للفورميلا ون الأمر الذي يؤكد ثقة العالم بما تتمتع به البحرين من مكانة مرموقة في احتضان هذا الحدث الرياضي